هلو هلو حبوباتيو حبايبي كذلك تمنى تكونوا باخير فيديو اليوم فيديو طلبتوا مني العديد 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 من المرات خصوصا عند السناب شات هو لتخلص من دهون الظهر فالتمارين اليوم دائما تسألوني كم مرة نعمل فأنا دائما بحاول انو الفيديو يكون كامل يعني اذا خلصتوا معي الفيديو فهد كويس إذا بعد فيكم طاقة عيدوا الفيديو عيدوا هذه ما عندي مشكلة بس انا دائما بحاول انو الفيديو يكون كامل معاكم فبعمل معاكم الفيديو from A to Z نبدأ ونخلصه بس اللي ما بعملو دائما بالفيديو هو التسخينات يعني انا عملت لكم فيديو اول فيديو رياضة كان هو فيديو تسخينات فهذا الفيديو ضروري ضروري تبدو به حشف اذا شغلت ميكو اوكي ميكو شغل فهذا الفيديو ضروري ضروري تبدو فيه هو فيديو التسخينات لتجهزوا عدلات جسم كون لتجهزوا جسم كون لتطلعوا حرارة الجسم فهذا جد مهم اليوم كنا على الغهر ليحا نحتاجوا بهذا الفيديو شي مطاطي هذا انا بالنسبة لبنات اوروبا سنحضر جدا انا اشتريت وهيدا من اكسيوم مهم سوف ينلاعب فيه فشي مطاطي انا سأقولكم زمان لما كنت اعمل رياضة ما كان عندي ولا شي بالبيت فتعرفوا شو اللي كنت تعود فيه هذا الشي المطاطي كان عندي اشار شوي مطاطي فانتو شوفوا شو اللي عندكم مطاطي يا بوطالون يا اي شي حاليا بتكون تعملوا هذا الفيديو ومنو متوفر الا هدول متوفرين بكل شي ببيع اشياء تعول الرياضة ديكاتلون اكسيون كتير اشياء هنحتاج لأوزان هدول تعود 2 كيلو اذا ما عندكم اوزان كمان هذا الشي مش مشكل قنينة مي ما عند قنينة مي قنينة زيت اي شي عندكم بالبيت فيه وزن احملوا هذا الشي اللي هنحتاجوا اكيد تديتوا فيديو التسخينات اللي اكيد تاركت كل تاركتلكون يا هون بهذه النقطة فيه نقطة فوق تدوا فيه اول شي وتعالوا عملوا هاد الفيديو عملتوا فيديو التسخينات مرحبا فيكم مرحبا بكم العمل بدوه بالتمارين خاصة بالظهر يمكن بس رجع الكاميرا شوي لورا او انا اللي هارجع شوي لورا اول حركات هنعملها انا مربعة اشريا فكرة انا عمية ما بشوف كويس مربعة اشريا هاد الحركة اللي هارجعها حاليا الكل بدون استثناء فيهم يعملوها الحوامل غير الحوامل اللي وزنون يعني زايد كتير اللي ضعاف هايدي كلها سالمة هاد الحركات فالكل فيهم يعملوها دائما نشفط البطن الاكتاف الى الورا وننزلوهم للاكتاف يعني كن بدكون حاملين بالون وبدكون تحدنو شي نأخذ نفس وعند هذا الشهيق وهذا الزفير اوكي نعمل شافيق شافيق شاهير زفير زفير مرجع ايدينا الورا ترجيكم على جنبكم احسن طوالوا شفتوا بطنكم عند الزفير ثانية نفس الشهي ثانية نفس الشهي اوكي شوفوا ظهركني بشتغل مش تحد هتحسوا انه هون بيشد في زم البلات ما بعرفش اسمون بالعربي سنروح يلا عند الزفير نزلوا اكتافكن انا لقيت كتفي لسا مواسد هون كمان بنسخن شوي عدلة الزهر قبل ما نبتدي باشياء فيها قوة فيها اوزان شفتوا بطنكم لا تنسوا عند الزفير نزلوا اكتافكن كل شوي من لاحظ انه اكتافنا صاروا فوق برافو كاملة شفتوا دائما بطنكم ضروري اول شي تعرفوا لما تشفتوا بطنكم بتقووا عدلة البطن وتاني شي تحموا ظهركم اكتافكن نزلوا اكتافكن عند الزفير عند الزفير التنفس جد مهم للعدلات نزلوا عشان كدام دائما كنركز على التنفس والتنفس كملوا كملوا الان حاولوا تروحوا لابعد ما فيكن بيدكن ايدكن انا ملفت ايدي اللي رايحة بتحسوا انه صاري شب بالظهر تحت كويس زيان برافو كملوا شفتوا بطنكم لابعد 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 برافو شهيق زفير لابعد برافو حسولي بالشب بظهركم ورا برافو حاولوا انه اكتافكن يكونوا نازلين دائما وبطنكم داخلة مش فوطة برافو رايحوا اكتافكن شوي رايحوني ايدكن نرجع للحركة نرجع اكيد للحركة هذه جد مهمة و جد سهلة و آمنة للكلكل الاكتاف الى الورا وننزل هون نشفت البطن زفير شهيق زفير لورا 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 برافو ما تحاولوا توجهوا حالكم اذا حسيتوا انه بس ترجعوا كتير لورا بيوجهكم كتير خلاص ما تروحوش لورا بالسف مزيان مزيان يعني برافو فتعودوا معي على هذه الكلمات المغربية مزيان اكتبوا لي اياها بالتعليقات هاشتاك مزيان هاشتاك مزيان برافو غازب ان عني برافو مزيان مزيان من هذه الحركة الحركة هادي هتكون على بطن اوكي ادفعوا اجريكم لورا شفتوا بطنكم شفتوا هالا درجة اذا فيه شي تحت فيه يمرق يعني يروح للناحية الثانية شفتوا 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 كويس كويس رجليكم شوفوا انا اجريه مش هيك هيك اوكي واحد اثنين و ايديكم تدفعوا الأدمى فيكم لقدام هون عند الزفير شفتوا بطنكم هون عند الزفير كويس مزيان شفتوا شفتوا كم رو كم رو عدو ايدي ورجلي مبين نصم ارض عند الزفير نطلع شفتوا شفتوا خليكم 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 شو طوبة تكون وننزل شوي شوي ونطلع هون شوي 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 ولأن الظهر هجد مهم هذا الستريتشين ما خلصنا بدنا الريح الظهر اوكي هلا كده كويس بظنوا انه الكاميرا هيك احسن من قبل الان سنذهب الى المطاط هذه الحركة اللي هنعملها هي نفسها في مكانة بالجيم يعني بالنسبة للناس اللي بيروحوا للجيم تيجي اجريك هون يعني اللي متابعين عصنا بشا تفرجي تخونيها مرة وبتصيروا يعني بتجيبوا شي عام تكون فيه وزن أو زان فهذه هنعملها بهذه المطاط هذه المطاط بيجي انواع بيجي اللي شوي خفيف بيجي اللي بصير اتقل وانه فيه مقاومة اكتر حبل المقاومة يمكن نسميه فانتوا كل شوي بتكون تزيدوا مثل الاوزان كل شوي بنزيد شوفوا انا كيف عملتهم كده حيبين كمان نشفط البطن دائما ناخد هذا المطاط شوفوا اجريه جايبتون عندي اكتاخ الى الوراء ونزلون انا حاجي على جنب بيكون احسن برجيتكم منهم حتى تشوفوا كرمان الظهر والظهر بتكون تنطبوا للظهر في فيديو انا عملته هذا الفيديو لكل الجسم على فكرة مش بس للظهر بس ضروري بعد هذا الفيديو تروحوا تعملوه لتريحوا الظهركم وكلما حسيتوا بوجع بعد اي ريادة اعملوا هذا الفيديو اي حدا عندي بالصناف بيقولي الجسم يكلو بيوجعني يبعطي الفيديو ويقولي انو ريحني كتير بس يمكن انا اخترت العنوان الغلق روحوا اعملوه جد مهم فاكتاف الى الوراء فيكم ترجعوا هيك شوي ممنوع نعمل هيك هاد جد ممنوع طوالوا طولوا حالكم شايفين ونرجع الوراء ونرجع الوراء شفتو بطنكون الاكتاف الى الوراء وما تعملو هيك هاد ما تعملوه ودنو مركزين يلا حنعمل ثلاث مرات خمستاش شفتو بطنكون برافو اكتاف الى الوراء هلا اذا فيكم بدكم تعبو اكتر تعملو هيك تصيروا كل شوي ترجعوا الوراء اوكي نظن انو وصلنا لخمستاش حالو انو حبل المقاومة يكون اصعب انو لا تحسوا فيه اكتر يلا تحينا اول جولة جورج ثلاثة شدوا بطنكون ربعة خمسة ستة سبعة تمانية كاملوا فعند الزفير سعود عشرة ندخلوا بطنكم احداش اتناش تلتاش اربعتاش خمستاش خمستاش نرتاح شوية نرجع دخلوا كرشكم دخلوا 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 شفتوها الداخل الاكتف الى الوراء ثلاثة يلا واحد جورج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود أشرة تبعونا ذاهركم احداش اتناش تلتاش بعتاش وخمستاش نحن من حبل المقاومة اذا حاسين حالكم عطشانين شربوا ماء ما تنسو انا حاسة حالي شوبت الآن سنجي لل الأوزن كيف ستجي هالحركة ارجع الوراء وحنعمل فيها الطائر دائما دخلوا كرشكم وجيبوا كرشكم على أجركم اوكي عند الزفير نضيف نضيف حسوا بالحركة بالظهر الوراء اخذوا الوزن على حسب قوتكم نضيف اشرة حداش اتناش انا وقفت اتناش لانه شوي تقيل الوزن عندي نجي للأجر التانية شوبت مشاعري نحط الأجر التانية هي نفس الشي مسشغل بس عم معها بالريح من أجر لأجر نجيبوا الكرش على الركبة نجيبوا الأوزان ونطير برامو طيب طير وطيره بس اللي هتعملها من دون أوزان هتعمل أكتر من 15 يعني مش مثلنا أوكي قلنا ثلاث جولت أي حاجة ثلاث جولت فبعد عنا جولة رايح وضا هتكون شوي برافو شفطو كشكم وعند الزفير برافو مش هيك طائر كاملو برافو برافو دعنا خلونا رايح شوي ضهرنا شوفوا بتجو هين وتنزلوا راسكم تحسوا بشد العمود الفقري كذلك بعد هاد الفيديو هتروفو ضغرة تعملوا الفيديو اللي هخلي لكم إياه بآخر هاد الفيديو لترايحوا عدلات ضهركم جد مهم وانا كذلك هعملها حتى بس ما اطول عليكم بهاد الفيديو تمنى انه هاد الفيديو فاتكن فيكن تعيدوه عدلة الظهر هي عدلة كبيرة فبتعملو اليوم ترايحوا يومين وبترجع بتعملوه خلال هاد اليوم تعملوا عدلات تانية اذا ما كنتم مشتركين بالقناة ما تنسوا الضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او سابني سابوني اذا عجبكم الفيديو حسيتوا بحرير لا تنسوا تلعموني باللايك لا تنسوا انكم شاركوا هاد الفيديو مع اصدقائكم كي تعمل فائدة وكي تكبر عائلتنا كذلك بالضغط على زر شارك شارك وخلولي دائما تعليقاتكم واقتراحاتكم للفيديوهات الجاية وانا اقول لكم نحبكم بزف زف 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 باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة